السلام عليكم ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الترسز او بالعربي اسمها جامل و نات طب ايه هي الترسز دي الترسز هي عبارة عن مجموعة من الممبرز مرتبطة مع بعض بجوينت بيكونوا شكل الشكل ده نسميه ترس بيقبع من ازاي؟ احنا عندنا مجموعة من الممبرز لو يعني مثلا بيوا بيم ادي بيم كده و في هنا جوينت و مربوطة مع بيم ثاني و في هنا جوينت مربوطة مع بيم ثالث في جوينت وادي ده افعلنا كده و هنا مثلا بقى ده اسمه ايه؟ اسمه ترسز جميل؟ تمام؟ او ممكن كمان تزيد تزود ممبر هنا كده الشكل ده اسمه ترسز طب ايه الترسز دي؟ الترسزز ديه زي ما احنا قلنا ان هي ممبرز بس مميزتها ان هي سهلة التركيب و خفيفة تمام؟ بيستخدمها في ايه؟ بيستخدمها في الشغل بتاع الهناجر تمام؟ عارف الهناجر بقى الهناجر بقى انواحها سواء بقى طيارات سواء بتتكلم عن هناجر مصانع سواء بقى بتتكلم عن الهناجر بقى الهناجر الهناجر بقى الهناجر الورج التصنيع والكلام ده كله تمام؟ او اللي ممكن تستخدم برضه في التغطيات ممكن تستخدم في التغطيات بقى لو انت بتتكلم عن ملعب بتتكلم عن مكان انت عايز تغطيه في بيبقى فيه الترسز وفوقها بقى بيتحطي البليتس اللي هتعمل التغطية دي تمام طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل الاناليس بقى اللي موجودة على الترس ده تمام بنبدأ نمسك ممبر ممبر ونبدأ نشتغل عليه نشوف الفورس اللي عليه وبعد ما نعرف الفورس اللي بتأثر على كل ممبر نبدأ نعمل دزاين لي يعني اللي مطلوب مننا حاليا دلوقتي ان احنا نعرف الفورس اللي بتأثر على الممبر ده هل هي كمبليشن ولا تنشن وقيمتها قدقي على اساس نعمل دزاين لي مين نعمل بعد كده دزاين للممبر ده طيب عندك بقى دلوقت انت عايز تبدأ تشوف الممبر بتاعك لو انت بتأثر على الممبر انه يشوف الممبر ده لو انت عندك الممبر الممبر زي كده تمام الممبر ده فيه من ناحيتين كده زي ما كان عشان تعمل فيه الجوينت اللي انا بأثر على الممبر ده بفورس بفورس كده تنشن بينشأ جوه ده جوه الممبر انترنال انترنال فورس تمام تنشن بس دخل الجوه للرد عليها يعني ده تنشن فورس بيرد عليها الجوه تنشن فورس زيها جميل طب لو عندنا الممبر برضو نفس ممبر تاني تمام بيأثر عليه فورس تمام وعندك هنا بيأثر عليه كومبريشن بينشأ انترنال فورس عكس الكمبريشن ده خارج البرة تمام هي برضو كومبريشن فاحنا بنيجي نعمل الفورس اللي موجودة على على البيم على البيم او على الممبر اللي احنا نشغلين عليه بنشوف هل هي تنشن وكمبريشن ومعملها العكس لو تنشن لبرا وبنعملها الجوه لو كومبريشن لجوه بنعملها ايه لبرا جميل غاية هنا طيب فيه عندنا الديريكت ميزود اللي احنا بنشتغل عليها فيه عندنا كذا طريقة لحل الترس بتاعها اول طريقة اسمها الجوينت ميثود يبقى سليوشن ميثود اول طريقة جوينت ميثود تمام الطريقة التانية هي السيكشن ميثود الطريقة التالتة هي الجرافكا ميثود ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن كل طريقة من الطرق دول من كل طريقة من الطرق دول في فيديوز ان شاء الله اللي جاية بس الموضوع دلوقتي ان احنا دي هي الديريكت ميثود تمام الديريكت ميثود التربيعية تمام فانت لو انت عايز تشتغل عايز تأكد هل الستركشن بتاعك ده نقدر نحل ولا لا قبل ما تبدأ تحلي لازم تتشيك هل نقدر نحل الستركشن بتاعنا ولا لا طيب ازاي بنتشيك الحل ده ازاي بنعمل نتشيك للستركشن بتاعنا هاو تو تشيك في عندنا مثود كده صغيرة او رول صغيرة بتقول ان احنا عندنا ال n بتساوي n external plus n internal جميل طب ايه هي ال n ال n external بتساوي R ناقص E ناقص S جميل ال R من هنا هنعرف بقى كل حاجة ال R هي ال number of reaction support او support reactions جميل دي ال R بالنسبة لل E عدد ال equations بتاعتها ال equilibrium واحنا عارفين في حالة 2D هما 3 equations يبقى number of equilibrium equation جميل اللي هما دايما بيساوي كم اللي ثلاثة طب وال S دي ال S دي ال special equation وفيه الترس مافيش 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 special equation ال S دايما بتبقى بتساوي 0 ال S هي ال special equation وعندك بعد كده ال n external طب بالنسبة لل n internal ال n internal بيساوي M ناقص 2 G زائد 3 نشوف بقى ايه دول ال m هي عدد الممبر بتاع الترس بتاعنا يبقى ال m هو number of member ايه بقى الممبر ده زاي ما عرفنا فوق الممبر ده هو الواصل ما بين اتنين جوينت تمام والتعريف الجاي هو الجوينت طيب ايه هو بقى الجوينت الجوينت هو اي حاجة اي نقطة كده واصلة ما بين اتنين او اكتر وهي برضو ال جوينت دي بنحسبها للس burt يعنى لو عندنا هنا SUBURT لو عندنا هينج سuppورت جميل الهنتج سبورت والنقطة دي لو مافيش اي member't i tenirèt اي كده النقطة دي بنعتبارها جوينت يوبيا الجوينت هي ايه هي النقطة الواصلة ما بين اتنين او اكتر? تمام? الحاجة التانية اللي هي الجوينت ما بين ممبر و ساببورت. جميل? طيب. نرجع بقى هنا. تعندك بقى. قلنا. الام هي عدد الممبرز. وقلنا الممبر هو الواصل. الواصل ما بين اتنين جوينت. جميل? طيب. والش هو عدد الجوينت. عدد الجوينت الموجودة. طيب. والثلاثة دية constant. طيب. الان بعد بتاعتك. الان اللي هي total اللي هي ان اكسترنال بقى ان انترنال. هتطلع حاجة من ثلاثة. يا اما بالساوي زيرو. يا اما الان هتبقى اكبر من زيرو. يا اما الان اقل من زيرو. تمام? لو الان بالساوي زيرو. يبقى بتاعنا عندها determinate و رحف نحله بالdirect method على طول. تمام? يبقى بتاعنا او trust بتاعنا determinate. وده بنعرف نحله. ده بنعرف نحله بالثلاثة مثلز اللي تكلمنا عليهم قبل كده. طيب. لو الان اكبر من زيرو. ده indeterminate. ان اكبر من زيرو. indeterminate يعنيتنا عندنا عدد المجاهيل اكتر من عدد الاكويجنز اللي يقدر تشغل بيها. تمام? فانت في الحالة دي بتشوف الان دي كام? وهو ده redundant reactions اللي احنا مش عارفينها او redundant forces اللي احنا مش عارفين نجيبها. جميل? يبقى ده indeterminate. جميل? وده مش بنحله بالdirect method. طيب اخر حاجة. الحاجة التالتة اللي هو لما يبقى قل من صفر ده بنسميه mechanism او unstable mechanism or unstable. وكل شغلنا هنا statics. تمام? فده بالنسبة لنا ميكانيزم ده ما بنحلهوش برضو. يبقى احنا الحالة الوحيدة اللي احنا بنحلهها لازم الان بتساوي زيرو. لو الان اكبر من زيرو واحد او عشرة اكبر من الزيرو او الان اقل من الزيرو بالنجيب. دول اللي اتنين ما بنحلهوش. احنا بنحلش غير ايه? طيب. نبدأ نشوف بقى examples كده على determinantsi بتاعت الايه بتاعت الترسز. بيقول لك هنا for the following check the determinantsi. check the determinantsi بس. انا مش عايز منك اي حاجة تانية. عايز منك تحل الممبر ولا اي حاجة. عايزك تعرف بس check the determinantsi. بص هنا. ده عندك ده member صح? ودي جاينت. تمام? وده member. ودا memبر. ودا memبر. صح? تمام? والواسل ما بين اتنين جاينت ده member. والواسل ما بين اتنين جاينت ده member. مفيش هنا جاينت. هنا الممبر ده جاي فوق الممبر التاني كده. جميل؟ فمفيش هنا ايه? النقطة دي ما فيهش جوينت ما فيهش ربط. جميل? طيب. نبدأ نحل ده. انت اول حاجة هتقول ايه? الان اكسترنل. بتساوي. ار ناقص اي ناقص اس. انت عندك هنا كاميرا اكشن. هنا واحد. وعندك هنا واحد. وعندك هنا اثنين. جميل? طيب. يبقى احنا عندنا عدد الاربعة. ناقص. الاكواجنز. الاكواجن اف اكوليبنيوم ديما بيساوي ايه? تلاتة. والاس زيرو. يطلع ده بكم? يطلع بواحد. طيب الان اكسترنل? ده اكسترنل. ان انترنل? هنشوف بقى الان انترنل? m عدد الممبر. ناقص. اثنين. عدد الجوينت. زائد تلاتة. ده هي ساوي. عندك كم ممبر? واحد. اثنين. اثنين. اربعة خمسة ستة يبقى انت عندك ستة ميمبرز ناقص اتنين الجاينت واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى اتنين في تمانية زائد تلاتة يطلع بكام ده ستة ناقص ستاشر ستة ام ناقص اتنين الجاينت اتنين الجاينت احنا اتنين جاينت ستة ناقص تمانية زائد تلاتة يطلع ايه بواحد يبقى الان توتل او الان بيساوي واحد زائد واحد يساوي كام اتنين ده اكبر من الزيرو يبقى الستركشور بتاعها ديستركشور استاتيكالي اندتيرمنت جميل طيب نشوف المسألة البعدها المسألة البعدها دي برضو نفس الكلام يبقى انت عندك الان اكسترنل هتساوي عندك كاميرا اكشن هنا واحد اتنين وعندك هنا كام واحد اتنين يبقى انت عندك هنا الان اكسترنل بالنسبة للممبر ده بالنسبة للممبر ده هو فعلا يعني ده هنج لكن الممبر ده معلوهوش غير شد او ضغط احنا عشان او بعرفين دائما ما بيشيلش غير شد او ضغط الممبر بتاع الترس ما بيشيلش غير شد او ضغط تمام ما بيشيلش مومنت هو دول بيشيلهم بس يشد اطه يعني فورس في اتجاه هو جميل فانت عندك دي فورس في اتجاه هو يوبا ده ملوش غير اكشن واحد اللي هو عمودي على ده يوبا ما فيش غير اكشن ده مش موجود جميل نيجي هنا بقى عندك كامير اكشن هنا اثنين وعندك كامير اكشن هنا واحد يوبا انت عندك تلاتة ناقص ان ار ناقص اي الايكويتجا بتاعت الاكريم اكليبريام تلاتة ناقص السبشل ما فيش سبشل بيسوي كام زير طب الان انترنال نشوف الان انترنال ان انترنال بيسوي ام ناقص اتنين الجزء التلاتة عندك كام ممبر واحد ممبر واصل ما بين اثنين الجوينت واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية خلي بالك هنا في ايه في جوينت فعدنا دول يبقى انت عندك واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية جميل يبقى انت عندك الممبر عددها تمانية ناقص اتنين الجوينت عندك كام جوينت واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة اثنين في ستة زائد تلاتة يطلع بكم ده تمانية ناقص اتناشر تمانية, نقص اتنشر. ويطلع اربعة, اربعة زجيت تلاتة. اربعة زجيت مينس اربعة زجيت تلاتة. يطلع بكم? يطلع واحد. تمانية نقص اتنشر اربعة زجيت تلاتة تلاتة يطلع بيمينس واحد. يريد عندك الان بتساوي ماينس واحد. وبس شغل بتاعك هنا ايه? ده بالنسبة لنا ميكانيزم. او انستيبل. جميل? تمام. نشوف بقى اللي بعده. ده. انت عندك هنا الان اكستيرن. هتساوي. او ناقص اي ناقص اس. عندك هنا كامل اكشن? اتنين. وهنا عندك كام? واحد. يبا انت عندك هنا تلاتة. ناقص تلاتة. ناقص زيرو. يتلعب ايه? نجي الان انترن. هتساوي. اما ناقص اتنين الجوينت. هنعيد الممبرز. نركز بقى في الممبرز هنا. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانين. تسعة. عشر. عدد. انت عندك عدد الممبر عشرين. وخلي بالك هنا. ده وده كل واحد فيهم ايه ممبر. يعني ده ممبر كده وده ممبر. مش ده يعني فيش جوينة هنا فمعدناش دول ممبرز. تمام? عكس اللي حصل هنا اللي حصل هنا ان انت عندك فيه جوينة ايه في نصف. عدنا ده منGod وده ممبر وده ممبر. لكن هنا ده كله ممبر وده كله ايه ممبر. يبقى M نقص 2 جوينت 2 في جوينت عندك كم جوينت 9 زائد 3 يطلع بكام 20 نقص 18 يطلع معاك 20 زائد 3 يطلع 5 يبقى N total بتساوي 5 أكبر من الزيرو يبقى داعي Statically In Determin جميل تمام كده احنا النهاردة في الفيديو ده شرحنا التراسز بالصفة عامة التراسز عملنا introduction عن التراسز بالصفة عامة وقلنا الميسودز اللي نشغلان بيها وان شاء الله في الفيديوز الجاي هنبدأ نشتغل الميمبرز نفسها ازاي نحلها والميسودز بتاعتها شكرا